اسم التجربة الانجذاب عبر المواد غير المغناطيسية الهدف من التجربة استنتج أن القوة المغناطيسية يمكن أن تؤثر عبر مواد غير مغناطيسية أدوات التجربة مغانط مشابك الأوراق ورقة قطعة خشب رقيقة رقائق الألمونيوم قطعة قماش حوض زجاجي فيه ماء وسمكة معلق بها مشبك ورق خطوات إجراء التجربة نقرب المغناطيس من المشابك على أن يكون بينهما حاجز ورقي فنلاحظ انجذاب المشابك نحو المغناطيس نضع مغناطيسا آخر إلى جانب المغناطيس الأول فنلاحظ أن عدداً أكبر من المشابك قد انجذب نحو المغناطيس بسبب ازدياد قوة المغناطيس نكرر الخطوات السابقة ولكن بتغيير نوع الحاجز واستعمال الحواجز الآتية على التوالي قطعة خشب رقيقة رقائق الألمونيوم قطعة قماش حوض زجاجي فيه ماء وسمكة معلق بها مشبك ورق فنلاحظ اختلاف مقدار قوة الجذب باختلاف نوع الحاجز نقرب مغناطيسا من مجموعة من المشابك على أن يكون بينهما حاجز من الزجاج وفي الوقت نفسه نقرب مغناطيسا آخر من مجموعة من المشابك على أن يكون بينهما حاجز من الخشب حيث يكون الحاجزان لهما السمك نفسه فنلاحظ أن قوة الجذب من خلال الخشب أكبر من قوة الجذب من خلال الزجاج النتائج يمكن للمغناطيس جذب المواد المصنوعة من الحديد حتى إن وضع بين المغناطيس وتلك المواد حاجز مثل الورق أو الخشب أو الزجاج أو رقائق الألمونيوم كلما زادت قوة المغناطيس زاد جذبه للمواد الموجودة وراء الحاجز تعتمد قوة جذب المغناطيس للمواد على نوع الحاجز